السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شر لأنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهدي الله ولا مضل له من يضف لا أدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد أن عبده رسوله يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بو الأرحام إن الله كان عليك ورقيبا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدو محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة براء كل براءة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا وقبل الدرس المقرر بهذه الليلة نقدم شيئا مهما وهو عملا بقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم هذه النصيحة واجبة على كل من يتصدى في هذا المجلس أو في هذا المكان توجيه من يستمع إلى مقالته لأعمل بهذه النصيحة النصيحة لله هو والإيمان بالله أن تؤمن به وبصفاته وبأسمائه وبألوهيته وبربويته وبرسوله صلى الله عليه وسلم أن تتبع سنته ولا تخالف ولا تبتلع وبأعمة المسلمين يعني أن تحب لهم ما تحب لنفسك هذا هو المقصود الآن وبأئمة المسلمين أئمة المسلمين هو واجب طعاتهم والسمع والطعاء في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا وأن لا ننازعهم فيما هم فيه وأن نقوم بتأييدهم والدعاء لهم وأن نعمل بقدر مستطاعنا فيما يؤيدهم وأن ندافع عنهم وكذلك أيضاً نقوم بنصيحة شعبهم حتى يكونوا طائعين مستمعين لهم هذا هو الواجب وأن نحترم أنظمتهم وقواعدهم التي أسسوها لنفع الإباد والبلاد فهذه هي نصيحة لولاة المسلمين فمن هنا يلزم أن نعرف قيمة الاستقامة والعمل بالاستقامة وهو الذي يسمى بالوسطية أو بالاعتدال الوسطية أو الاعتدال هو المعتبر المطلوب من كل أحد أن يسلك مسلك الوسطية أو الاعتدال وأن لا ينحرف العيمين ولا شمال ولا غير ذلك وإنما يستقيم ولا يكون ذلك إلا باتباع السنة والكتاب إلا باتباع الكتاب والسنة على منهج الكتاب والسنة هو الصراط السوي الصراط مستقيم وهو الوسطية وهو الذي يراد من كل أحد من المكلفين أن يكونوا عليه إلى أن يموتوا من منذ أن جرى عليهم قلم التكليف إلى أن يموتوا والله سبحانه وتعالى حث على ذلك في غير ما يهتم من القرآن الكريم واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم وقال أيضاً وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَا عَنِمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمْ مُفْلِحُونَ وقال وَلَا تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا يعني وأكذا الله سبحانه وتعالى يُبَيِّنُ لنا ويمهِّدُ لنا الطريق السوي حتى نلزمه ونكون ناجحين وأهل الاستقامة والصراط السوي والصراط الوسط هؤلاء لهم صفات ولهم أحوال ولهم مقامات يختلفون فيها وهو المطلوب من كل أحد أن يسركه ويعمل به وهذه الانحرافات ما جاءت في الأومنة الآخرة إلا عن سوء الفكر ورداءة الفكر واتبع الهوى ومن أضل ممن اتبع هواه بغيره دم من الله فمن اتبع هواه ضل وأضل وكان على غيره يعني عذابا في الدنيا والآخرة وهذا هو السبب السبب في انحراف الشباب وفي انحراف أهل العصر ومن قبلهم كذلك أيضا هو اتباع الهوى اتباع الهوى ومبنى ذلك الجهل فالجهل يدعو إلى اتباع الهوى وأما العلم يدعو إلى اتباع النور لأن العلم نور ونور الله ونور الله يهدي إلى الخير فمن اتبع هواه ضل وأضل وسبب ذلك قلة العلم أو فقد العلم بالأحرى فلما كان الناس معرضين عن تلقي العلم وعن طلب العلم وعن استماع إلى العلماء يعني حصل منهم انحراف واتباع الهوى لأن الشيطان وجد سبيلا إلى ذلك لأنه دائما بالمرصاد في إضلال الناس عن ربهم وعن طريق ربهم فإذا وجد الجهل مسلكا يسلك منه ويوغي الناس بذلك فينبغي للمسلمين أن ينتبهوا لمكائد الشيطان ويزيل جهلهم ويتبعوا كتاب والسنة فاتبعوا كتاب والسنة هو المنهج السوي وهو الذي يعني ينجع به الناس في الدنيا والآخرة من عمل صالحا من ذكرنا أنثى وهم مؤمن فلنحيي أنه حياة ضيبة ولنجزي أنه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملوا فمن اتبع الحق فمن اتبع كتاب الله واتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فقد يعني نجحا في الدنيا والآخرة ولا يكون مؤمنوا مؤمنا إلا باتباع الكتاب والسنة فمن لم يتبعهما فلس بمؤمن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكيمك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت وأسلم تسليم التحكيم تحكيم كتاب الله تحكيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على شؤون الحياة كلها هو الواجب على كل أحد وهو فرض عين على كل مكلف فينبغي تحكيم كتاب الله واتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبب الانحراف كما قلنا هو اتباع الهوى والجهل وأيضا قرناء السوء من شياطن الإنس والجن قرناء السوء فاتباع أشرار الناس يؤدي إلى الانحراف عن الحق وعن الصراط المستقيم وعن الوسطية فهذا هو السبب واتباع هدي الأبرار والسلف هو المنجأ في الدنيا والآخرة يعني وصحبة الأبرار لقلب دواء يزيد في القلب نشاط وقواء وصحبة الأشرار يعني في القلب عمى يزيد في القلب السقيم السقمى وإن أبعد قل بالناس من ربنا الرحيم قلب قاسي ومن يقول إني صبي أصبر حتى أخاف الله حين أكبر فإن ذاك غره إبليس فقلبه مقفل مطموس فينبغي المبادرة في أول العمر إلى اتباع الحق واتباع السنة واتباع كتاب الله سبحانه وتعالى والمتبعون لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم علامات ولهم منهج يعرفه كل أحد وكل أحد يتمنه أن يكون عليه وقد رسبه الله سبحانه وتعالى في غير ما سورة في غير ما آية قال الله سبحانه وتعالى قد آفلح المؤمنون الذين هم في صلاة مخاشعون والذين هم عن اللغي معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أمام ملكة عمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم عاد مراعون والذين هم على صلواتهم محافظون أولئك هم الوارثون الذين يريثون الفردوسة هم بها خالدون هذا رسمهم وهذه أثارهم وهذا طرقهم فمن كان على هذه الآيات ومن التربس ومن تمسك بهذه الآيات فهو الناجح في الدنيا والآخرة ويكون فائقا على نظرائه وعلى أشباهه وكذلك الله سبحانه وتعالى في غير ما آية والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أولياء المؤمنون أولياء ليس أنهم تتعاصل ولا تباغض ولا تنافض أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون على المنفر ويقيمنا الصلاة ويؤتنا الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز الحكيم هؤلاء هم المؤمنون وهؤلاء أهل الوسط أهل الوسطية وأهل الاعتدال على الذين الموصوفنا بهذه الصفات الجميلة الجليلة وكذلك في آياتٍ أخرى بيَّن الله سبحانه وتعالى مزايا هؤلاء العباد قال الله سبحانه وتعالى أَفَمَنْ يَعْلَمُوا عَنَّمَا أُنْزِلْ إِلَكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَعَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ ثُمَّ وَصَفَهُمْ مَنْ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ فِي غَيْرِ مَعَيْتِ نَقُلْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ لَذِكْرَاء لِأُولِي الْأَلْبَابِ وكذا من هم أولو الألباب شرحهم في هذه الآيات الذين وفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاغ والذين يسلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتقاء وجر بهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عادن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب بماذا؟ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار هذه آثارهم وهذه طرقهم وهذه صفاتهم الجميلة التي بيَّن الله أن هؤلاء هم أهل الصدق وهؤلاء هم المتقون فما قال في آخر آية البر أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون إذن يعني لا يسمَّى مؤمنه صادقاً في إيمانه إلا إذا تصف بهذه الصفات ولا يسمَّى متقياً إلا إذا اتصف بهذه الصفات وهذا هو معنى الوسطية فمعنى الوسطية أن تكون متوسطاً بين منحارفٍ وبين متشددٍ وتكون بين ذلك وهذه هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحانفية السمعة ونبي صلى الله عليه وسلم دينُّه سهل وأمرُه سهل وأخلاقُه سهلَة وكان أصحابُه يتَّبِعون تلك الآثار ولذلك ظهرت عليهم آثارُها وبركاتُها وكذلك من اتَّبع آثارَهم إلى أم القيامة يظهر عليه سيماهم في وجوههم من آثار السجود ذلك مَثَلُهم في التوراة ومَثَلُهم في الإنجيل كازرعٍ أخرج الشاطع فأزره إلى آخر الآيات فالله سبحانه وتعالى بيَّن في غير ما آيةٍ بياناً شافياً ماذا يكون خط المستقيم خط المؤميني الذي يطلب منه أن يكون عليه في شؤون حياته كلها وهذا هو معنى الوسطية والاعتدام فينبغي للعباد وينبغي للمسلمين أن يسلكوا مسركاً سوياً وهو مسرك الكتاب والسنة التمسك بكتاب الله والتمسك بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن خير الهدي هاج محمد صلى الله عليه وسلم وقد تركنا على المحجَّة البيضاء ليلُها كنهارها لا يزِغُ عنها إلا هالك فلا ينبغي لنا أن نزِغَ عنها وأن نحارِف عنها بل نحيَى عليها ونموت عليها ونبعث عليها إن شاء الله فهذا هو معنى الوسطية ومعنى الاعتدال يعني يعتدل بين غالٍ وبين متشدِّدٍ وبين متساهِنٍ فيكون بين ذلك فهذا هو المطلوب من كل أحد لكن كما نرى عصرٌ يحزن عليه ويعني يُبكَ عليه من أجل قلة أهل الخير وقلة المُستميعين إلى الخير وأذى زمان الصبر من لك باللَّتي فقبضٍ على جملٍ فتنجُ من البلَى ولكنها عن قصوة القلب قحطُها فيا ضيعة العمار تمشِ سبهلَلا بنفسي إلى الله من استهدى إلى الله وعده وكان له القرآن شربًا ومغسلا فطابت عليه أرضُ فتفتَّقت بكل عبيرٍ هنا أصبح مُخضلا فطوبَ عنه والشوق يبعثُ همَّه وزندُ الأساء يهتاجُ في القلب مشعلا هو المُيتَبَى يَغُدُو على الناس كلِّهم قريبًا غريبًا مُستمالًا مُؤمَّلا يَعُدُّ جميع الناس مولًا لأنهم على ما قضاه الله جرُن أفعَلا ويرَى نفسَهُ بالذنِّ أولى هذا هو حقُّ المؤمن أن يضُمَّ نفسَه ولا يضُمَّ ولا يعِبَ إخوانَه يرَى نفسَه بالذنِّ أولى لأنها على الميلي لم تعلَك من الصبر والآلاء وقد قِلَكُمْ كَالْكَلْبِ يُقُصِيْهِ يَهَلُهُ وَمَعِئَتَ لِفِ نُصْعِهِمْ مُتَبَذِّلًا لَعَلَّ إِلَهَا الْعَرْشِيَا إِلَهِ لَعَلَّ إِلَهَا الْعَرْشِيَا إِخْوَةِ يَكِي جَمَعَتَنَا كُلَّ الْمَكَارِيهُ وَلَى وَيَجْعَلُنَا مَنْ يَشْفَعُ كِتَابُهُ لَهُ فهي كذا يعني يقول سيرز الأماني صفات حامل القرآن صفات حامل القرآن حامل القرآن سواء كان حفظًا له أو عاملًا به كل حامل القرآن ينبغي أن يكون على هذه الصفات دائماً متواضعًا ودائماً ليناً لإخوانه ليناً لمن فوقه ولمن تحته ولمن هو مثله فهذا هو المطر من كل أحاج ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينهمنا الصواب والرشد وأن يجعلنا على الصراط المستقيم وأن يهدينا يعني لمختلفة في من الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء بلا صراط المستقيم آمين 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 آمين